الكائنات الحية تنفس وتتغذى وتنمو وتبعا الأكيد تتكثر لكن هاي النباتات كلها بيكون إلها نفس الحجم أكيد لا هناك شجر كبير هناك شجر صغير مثلا كلا ياتهم نفس الشكل أكيد لا كل نبل isn't also not البيئات التي تعيش فيها هناك لدي كائنات تعايش في المناطق الاستوائية في مناطق تعايش في المناطق الصحراوية في عندي نباتات بتعيش في المناطق الماردة فمعناته البيئات تعتها مختلفة برضه الاشي الثالث نحكي عنه انه ثابتة عمرك شفت شجرة او نبتة بتمشي لا هي ثابتة في مكانها مع انها حية لكنها ثابتة في مكانها اجل العلماء وصلنا فوق لنا النباتات في مجموعتين رئيسيتين بالاعتماد على طريقة التكاثر اذا اعتمادا على طريقة تكاثرها قسموا ليها لقسمين هلا رح نحكي عنهم هلا في عندي اول النباتات قسموهم لقسمين اول قسم اللي هو النباتات البذرية من اسمها نباتات بذرية معناتها تتكاثر بالبذور وثاني اشي عندي نباتات لا بذرية وبما انها لا بذرية معناتها تتكاثر بايش تتكاثر بالابواغ بما انها لا بذرية تتكاثر بالابواغ مثل الخنشار طبعا النباتات اللابذرية خلص حكينا عنها هلأ ما رح أرجع أحكي عنها كمان تمام؟ إذن لا بذرية إنها ما في بذور معناتها بإيش لك تكافر بالأبواغ تمام؟ هلأ رح نبلش نحكي عن النباتات البذرية النباتات البذرية أجو قسموا ليها لقسمين أول قسم اللي هو معرات البذور معرات البذور يعني البذرة مش موجودة داخل الثمرة ما في ثمرة اللي تكون موجودة داخل هالبذرة تمام؟ وتاني قسم اللي هي مغطاة البذور تاني قسم اللي هي مغطاة البذور هلأ معرات البذور تسموها نباتات لا زهرية يعني لا تتكاثر بالأزهار ممكن أن أجلب لك سؤال علل النباتات معرات البذور تسمى النباتات معرات البذور نباتات لا زهرية لأنها لا تتكاثر بالأزهار وإنما يكون لها مخاريط توجد البذور داخلها تمام لهون؟ هلأ رح نبليش نحكي عن النباتات مغطات البذور اللي هي النباتات الزهرية هلأ النباتات الزهرية قسموا ليها برضو لقسمين إما بتكون ذات فلقة زي الذرة الذرة لو أنا جيت في عند ذات فلقة يعني لو جيت أنا بدي أقسمهم ما بتعطيني جزئين متساويين عشان هيك سموها ذات الفلقة تتكون من جزء واحد فقط مثل الذرة والقمع وفي عندي النباتات مغطات البذور ذات الفلقتين يعني لو أنا جيت أقسمها تعطيني جزئين متماثلين زي لو أنا جيت نقعت فول مثلا هلأ الفول اللي أنا نقعته لو أتركه أجي بعدين أفتح الغلاف اللي عليها رح ألاحظ أنه أنا في عندي جزئين قطعتين موجودين داخلها مثال عليها الفول والحمص هلأ أنا كتبها لك هون أنه تتكاثر معضب النباتات بالبذور يعني أغلب النباتات طريقة تتكاثرها إيش؟ بذور تمام؟ هلأ في عندها سؤالين هون تسمية النباتات اللابذرية بهذا الاسم ليش سموها لابذرية؟ لأنها لا تتكاثر بالبذور طب بما إنها ما بتتكاثر بالبذور بإيش تتكاثر؟ بالأبواغ تمام؟ هاي شكل الأبواغ أنا حطى لك إيها بصورة هون هاي الأبواغ لنبات الخنشار شايفين هاي النقطة اللي لونها بني؟ هاي هي الأبواغ اللي إحنا نحكي عنها هلأ السؤال الثاني عندنا اللي هو علل تسمية النباتات البذرية بالنباتات الزهرية ليش إنها إلها أزهار؟ هاي الأزهار تتحول الزهرة إلى ثمرة والثمرة داخلها بذرية آخر موضوع رح نحكي عنه لهي أهمية النباتات ليش أنا باستخدم النباتات؟ مباشرة أول إشي بحكي إنها مصدر غذاء أنا باكل ممكن أنا أستخدم القمح في صناعة الخبز صح؟ ممكن أنا باكل بندورة، خيار، بتنجان، كوسة، هاي كلها عبارة عن النباتات فإذن هي مصدر غذاء ممكن أستخدم أنا بعض أنواع النباتات في صناعة الملابس زي إيش؟ زي القطن ممكن أستخدمها في صناعة الأثاث والأبواب، الأخشاب تبعي الأشجار أنا باستخدمها في صناعة الأثاث والأبواب وباستخدم النباتات في صناعة الأدوية، بعض أنواع الأدوية باستخدمها أنا باستخلصها من بعض أنواع النباتات وصناعة العطور زي مثلا نباتة الياسمين، الفول إلى آخرية دون إيش؟ أنا باستخلص منهم عطور زكية هيك ممكن أن هنا درسنا يا خامس يعطيكم الف عافية ترجمة نانسي قنع